شاركت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة الشؤون الشباب في فعاليات أعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن والذي يقام في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولعهد المملكة الأردنية الهاشمية وخلال أعمال المنتدى تم إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028 والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب بالسلم والأمن الدوليين وحث الدول العربية الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشبابي في عمليات صناعة المستقبل على جميع المستويات وبهذه المناسبة أكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن يأتي تتويجاً للجهد العربي المشترك من أجل تفعيل دور الشباب في دعم السلام والأمن في دول المنطقة من خلال رؤية تمنح الشباب العربي دوراً في المشاركة الفاعلة والمساهمة الإيجابية في قضايا التنمية والسلام والأمن ترجمة نانسي قنقر